السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوصلي وأوصلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث المئة والواحد والسبعين وهو المئة والثنين وسبعين وهو يتكلم عن ساق فيه البخاري رحمه الله تعالى عدداً من الأحاديث وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده وتقدم أن أهل العلم ذكروا بأن هذا خاص بغسل يوم الجمعة وقالوا إن هذا الحديث جاء عاماً يقيده ويخصصه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث حق على كل مسلم السواك يوم الجمعة والغسل يوم الجمعة والسواك والطيب فقالوا إن هذا الحديث عام الذي معنا أنه يقول في كل سبعة أيام لازم أن يغتسل يوماً ثم جاء حديث آخر يخصص يوم الجمعة أن الغسل فيه فقال بعضهم إن الغسل يكون يوم الجمعة وقال آخرون بل الحديث يدل على أنه ينبغي له طبعاً لا يجب لكن ينبغي له يسن له استحبّ له استحباباً شديداً أن لا يمر عليه سبعة أيام إلا وقد اغتسل منها يوماً يغسل رأسه وجسده وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التفصيل فذكر الرأس والجسد لأنهم كانوا مع قلة الماء عندهم ومع كثرة الشعر كان يشق عليهم غسل الشعر وربما كانوا يجدلونه الرجال والنساء فكان الواحد منهم ربما غسل جسده لكن يشق عليه أن يغسل رأسه في كل مرة فأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك أما الغسل في يوم الجمعة فأهل العلم اختلفوا في وجوبه أو في استحبابه فقال بعضهم إنه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب فقالوا بالإجماع أن السواك والطيب يوم الجمعة أنهما سنة وليس واجبة فما دام أنه عليه الصلاة والسلام قرن معهما الغسل دل على أن الغسل هو مثلهما سنة أيضا وليس واجبة لأنك إن قلت إن الغسل واجب والسواك والطيب سنة فليس عندك ذل على التفريق فإنه قال في أوله حق على كل مسلم ثلاث حق على كل مسلم وقرن الغسل والسواك والطيب في حديث واحد فهذا قول بعض العلم أنه سنة مطلقا غسل الجمعة وقال آخرون بالتفصيل فمن كان يحتاج إلى الغسل مثل مثلا من يشتغل في مثلا بعض الناس اللي يشتغل في في أمور قد يحتاج معها إلى التنظف يوم الجمعة مثل مثلا راعي الغنم مثل شخص مثلا يشتغل ينظف مثلا الشارع بعض العمال أو مثلا شخص يشتغل ميكانيكي فالزيت ورائحة الزيت تكون في رأسه وتكون في جسده ونحو ذلك فإذا جاء في يوم الجمعة والناس قد تطيبوا وهو عيد المسلمين وتهيأوا بأحسن اللباس ثم جاء هو وهو لم ينظف جسده ولم يغتسل فقد يؤذيهم برائحته فقالوا من كان يحتاج إلى الغسل كراعي الغنم وكذا وكذا ذكروا أمثلة قالوا فهذا يجب عليه الغسل وينطبق عليه حق على كل مسلم أما الذي لا يحتاج إلى الغسل مثل الشخص مثلا الذي من عادته أن يغتسل أو طريقة عمله ووظيفته هي لا تورث رائحة وعرقا كثيرا وروائح نحو ذلك قالوا هذا يسن في حقه الغسل ولا يجب عليه هذا هو القول الثاني وقال بعضها للعلم بل الغسل سنه مطلقا سواء احتاج إلى هذا أو لم يحتاج إليه فمن كان محتاجا إليه وفيه روائح وكذا وجاء إلى الجمعة وصلى قالوا إنه لا يأثم بذلك أما الذين يجبون الغسل فإنهم يؤثمونه يقولون صلاته صحيحة لكنه ترك أمرا واجبا فهو قد وقع في المخالفة الشرعية هو أثم يعني الأولى صعب أن نقول إنه يأثم إذا لم يغتسل لكن الأولى أن يتنظف الإنسان يوم الجمعة هو أن يغتسل وبداية الغسل تبدأ من بعد الفجر فلو أن إنسانا مثلا بعدما أذن الفجر اغتسل مثلا من جنابه متزوج أو أصابه مثلا في نومه احتلام فلما استيقظ بعد أذان الفجر يعني خلاص دخل بيوم الجمعة اغتسل بنية أنه لرفع الجنابه وللجمعة أيضا فهذا صحيح أما لو اغتسل قبل الفجر ليرفع الجنابة ثم أذن عليه الفجر فإن غسله ذاك يكون غسل جنابه وليس غسل لصلاة الجمعة وذلك أنه لم يدخل يوم الجمعة بعد يوم الجمعة يبدأ من بعد أذان الفجر فهو يبدأ من بعد ذا الفجر إلى صلاة الجمعة إلى أن يعني يصعد الإمام المنبر أو قبل أن يذهب الإنسان إلى الصلاة هذا كله وقت ليجلي من أراد أن يغتسل بالصلاة يقول وقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا أيضا يبدو أنه تقدم معنا شيء منه وهم كانوا يحفظون المياه أو يفرحون بالمياه إذا نزلت في الأمطار وتكون هذه المياه مستنقعات فكانوا يريدون إبلهم عليها تشرب منها يأخذون منها الماء للشرب يأخذون منها الماء للاغتسال وغسل الثياب ونحو ذلك فإذا جاء إنسان وتبول في هذا الماء وهذا الماء معدل اغتسال سواء اغتساله هو أو اغتسال غيره أيضا فهذا لا يجوز سواء تبول فيه مباشرة أو تبول قريبا منه وسال البول إليه أو تبول في قارورة وسكبها فيه هذا كله لا يجوز وقد ذكرنا الحالين الآخرين اللي هو أن يبول في قارورة أو كذا ردًا على الظاهرية فمذهب الظاهرية يقولون لو بال في قارورة ثم سكبها في الماء ما يكون قد أصاب النهي لأنه ما بال فيه مباشرة هو بال في القارورة لم يبول فيه هذا الكرام بلا شكل غير صحيح المقصود أن هذا البول أصاب الماء سواء أصابه مباشرة أو أصابه بأي طريقة فإذا كان يريد أن يغتسل فيه أو هذا الماء معدل الطهارة والاغتسال الناس فلا يجوز له أن يتبول فيه استثناء بعضهم اليوم ما يقع في الحممات العامة يعني وذكرت لكم أيضًا سابقًا المسابح العامة أن بعضها الماء يمكث فيها أحيانًا سنة وسنتين ما غير ويكون فيه فلاتر مسابح العامة في الأندية وما شابه ذلك فيكون فيه فلاتر تنظف هذا الماء ويضعون معه كلور في الغالب أو بعض المواد الكيميائية لأجل يعني تنظيفه وإذهاب يعني وتطهيره من بعض الميكروبات أو كذا فبنسب معينة معروفة عندهم يعني فهنا أيضًا لا ينبغي له أن يبول فيه ولكن لو كان هذا الماء أنت تريد أن تغتسل فيه تريد أن تسبح في هذا المسبح في هذه البركة لكنك لا تثق في كل من يأتي إليها فنقول إذا كان هذا الماء كثيرًا وهناك عمليات تنظيف دائمة له بالفلاتر والكلور وكذا فإنه لا بأس في طهارة هذا الماء وذلك لأن إذا عُولِج الماء بأي طريقة فأُزيل أثر النجاسة أُزيل لونها وطعمها ورائحتها فهذا الماء يُعتبر طاهرة ولذلك حتى في فتوى اللجنة الدائمة في مياه المجاري ليس فقط إنسان تبول في مسبح بل في مياه المجاري لو أنها عُولِجت كيميائيًا حتى ذهب أثر النجاسة تمامًا ذهب اللون والطعم والرائحة ولم يبق من أثر النجاسة شيء قالوا فهذا حكمه كحكم مثلًا سجادة الصلاة لو تبول عليها أحد ثم نُظِّفت فذهب أثر النجاسة فقالوا إذا ذهب أثر النجاسة لون طعم رائحة حتى من هذا الماء فيجوز أن يُستعمل سواء في الطهارة في الوضوء في غسل الأواني غسل الملابس بشرط أن يذهب أثر النجاسة تمامًا وقال بعضهم يُستعملوا في غيره في سقي الزرع ونحوه فسقي الزرع ونحوه يجوز حتى لو بالماء النجس إذا لم يكن الناس يجلسون عليه لكن يعني لو إنسان قال أنا مثلًا سأضع شيئًا من الماء الذي مثلًا من المجاري أضعه مثلًا على بعض الزرع لأن فيه فيتامين يُفيده أو فيه شيء نوع من السماد يعني فإذا كان بمقدارٍ يسير لا يؤثر في الثمر أهجاز أما إذا كان كثيرًا يؤثر في الثمر وربما في طعمه ونحو ذلك فهذا لا يجوز فالمقصود من هذا أن هذا الحديث ينهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد الذي يستعمله الناس باغتسال ونحوه الحديث الذي بعده يقول وقال صلى الله عليه وسلم والله لئن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه هذا الحديث يقصد بعض الناس الذين يحلفون على أشياء فيها نوع من المضر على الآخرين أو بارك الله فيك أو نوع من المشكلة عليهم يعني مثل لو قال إنسان فرضا لزوجته والله ما تذهبين لبيت أهلك ثم ندم وعلم أن حلفه هذا جاء وقت غضب فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمره أن يكفر عن يمينه يأمره أن يكفر عن يمينه ويقول إن تكفيرك عن اليمين أولى لك من إمضاء هذا اليمين وأنت تعلم أن فيه مضرة ولذلك قال هنا والله لئن يلج أحدكم يعني أن يدخل ويواصل أحدكم بيمينه في أهله يعني حلف على زوجته حلف على ولده حلف على مثل قال لولده والله ما أعطيك ثم ندم أو قال لأخيه والله ما أزورك ثم ندم يقول عليه الصلاة والسلام كونه يواصل على يمينه ويتمسك بها ويتشدد وكلما قال له أخوه يا أخي زرني قال أنا حلفتني ما أزورك يقول طيب ابن مريض تعال زيارتنا قال أنا حلفت ثم بعد أسبوع يقول طيب يا أخي أنا عندي وليم أحضر معي قال أنا حلفت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مواصلته على هذا اليمين والتمسك به آثم له لأن هذا قطيعة رحم آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي ابترض الله عليه هذا معنى الحديث ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو يبين أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم أن يمينه خاطئة لا ينبغي له أن يواصل ويصر عليها يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني متى قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام ذلك لما أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك فأقبل إليه بعض الصحابة يريدون منه أن يحملهم يريدون أن يخرجوا معه إلى الغزوة ولم يكن عندهم مراكب كافية يعني تبوك ليست قريبة من المدينة وكانوا أيضا في حر شديد والأرض أيضا حصباء ومتعب المشي عليها فهو يعلم أنهم لن يستطيعوا أن يمشوا ألف كيلو وفيها جبال وديان فقال يعني لا أجد ما أحملكم عليه فأصروا عليه وأكثروا حتى قال والله لا أحملكم ثم جاء بعض الصحابة وتبرع للمسلمين بدواب فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا فقالوا إنك قد حلفت يا رسول الله كيف أنت حلفت أنك خلاص ما تحملنا يعني ألا تدبر لنا دواب دبروا أنفسكم فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال أني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين ولذلك لا ينبغي الإنسان أيها الإخوة وأيضا النساء لا ينبغي له سواء كان أبا أو امرأة أن يتشدد في يمينه إذا حلفت على يمين ثم رأيت أن غيرها خيرا منها حلفت على ولدك والله ما تروح إلى كذا والله ما أزورك والله ما أعطيك ثم تبين لك أن إعطاءه هو خير وفي صلة رحم وفي تقريب للقلوب ونحو ذلك فلا ينبغي لك أن تجعل هذا اليمين حائلا بينك وبين عمل الخير كفر عن اليمين وعمل الخير وفي هذا نزل قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس قالوا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة لأنه كان قريبا له بينه وبينها قرابة ومصطح كان فقيرا فكان أبا بكر يحسن إليه فلما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها واتهموها كان من بين الناس الذين أشاعوا هذا الكلام مصطح فأبا بكر يعني زعل في داخله وغضب يعني لو كان اللي تكلم على بنتي بعيد تحملت لكن ابن عمي وأنا اللي أنفق عليه ويتكلم عليها لكن ما كان الوقت مناسب لأبي بكر أنه يعني يحاسبه لأن الموضوع إلى الآن لم ينزل فيه قرآن فلما نزلت الآيات إن الذين أجاوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات وظهر كذب من تكلم عن عائشة رضي الله عنها وأن قولهم إفك أقسم أبو بكر أن ما ينفق على مصطح قال والله ما أنفق عليك يعني هذا تعاملك معي هذا جزاء إحساني والله ما أنفق عليك بعد اليوم أبدا فأنزل الله تعالى هذه الآيات يعني ولا تجعل الله عرضةً لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا يعني لا تجعل اليمين الذي حلفته يا أبا بكر حائلاً بينك وبين مواصلة صلة الرحم كفر عن يمينك وواصل صلة رحمك وهذا يدلك على أن الإسلام جاء بأهمية جمع القلوب وإذا نظرت سبحان الله في كثير من أحكام الشريعة تجد أنها تعتمد كثيراً في سببها على السبب الرئيسي والحكمة جمع القلوب لا يبع أحدكم على بيع أخيه ليش؟ حتى تجتمع القلوب لا يخطب على خطبة أخيه واحد خطب فتاة لا تذهب تخطبها حتى ما يزعل عليك شخص أراد أن يبيع فلاناً لا تأتي أنت وتقول لا عندي سنعة أحسن منها اسكت حتى ينتهي من يشتري أو يترب وحتى بل قال لا يسهم على سوم أخيه يعني لو قلت لنا بكم هالساعة فقال لي والله مثلاً مئة ريال فقلت أنا طيب ليش ما أتخليها بتسعين وأشتريها فقفز واحد موجود وقال أنا أخذها خلا سبمية يا أخي اشتخلك يا أخي بيننا أنا قاعد أتفاوض مع الرجل وهو ليس حراج هو ما أمسك الساعة وقال من يشتريها الساعة فأنا قلت بتسعين قال من يزيد هنا زد كما شئت لكن يا أخي أنا أتفاوض معه تدخل بيننا ليش فهذا الذي لا يسهم على سومي أخي ابقى ساكتاً إن اشتريت أنا فالله يبارك لي إذا ما اشتريت تعال أنت واشتري كل هذا لأجل أن لا تبقى النفوس بينها إحن أو بينها مشكلات أو نحو ذلك لذلك حتى هنا في اليمين لو أقسم على يمين والله ما أزورك والله ما أعطيك والله لا أدفع والله ما أحضرها العرس مثلاً معزوم على عرس أو على حفل زواج أو غضبان وكذا أو ما أخبره قبل لا يعقدون للبنت ولا أي شيء من الأسباب قال والله ما أحضر عرسهم مثلاً كما يقول البعض مثلاً تكون ابنة أخيه تزوجت فيقول لأخي أخي ليش ما أخذت رأيي قبل ما تزوجها من العائلة الفلانية قال والله يعني استخرنا وزوجناها يعني أنا ما لمقام عندك ألست بأخي والله ما أحضر عرسكم فرضاً ثم لما جاء وقت العرس تصل أخوه وقال يا أخي لا تحرجنا عند الناس الناس سيسألون عنك ما نريد يعني الفرح ينقلب إلى إلى كلامه فقال أنا حلفت خلاص أنا حلفت ماذا أفعل بهذا اليمين أنا حلفت نقول يا أخي بقاؤك على قطيعتك هذا أعظم إثماً من أن تحنث في يمينك وتكفر عنه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه يعني لأن يواصل يعني واحد ولجى البيت ولجى الدار ولجى السيارة دخل لأن يلج أحدكم في يمينه إنه يواصل آثم له عند الله من أن آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي أوجب الله تعالى عليه طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام هنا أو في قول الله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم في قصة أبي بكر معنى عرضة يعني لا تجعل الله لا تجعل الحلف بالله شدة وقوة تمنعكم من فعل الخير بعض الناس يستشهد بهذه الآية على الاكثار من الحلف فإذا قلت أنت مثلاً والله ما رحت والله قال يا أخي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا هذا ليس لا يستشهد بهذه الآية في هذا الموطن إنما يستشهد على من يكثر اليمين بقول الله تعالى وحفظوا أيمانكم أما لا تجعل الله عرضة لأيمانكم وهذه معنىها آخر تماماً يعني لا تجعل الحلف بالله يعني مانعاً يمنعكم من إتمام الخير الذي تريدونه هذا معنى عرضة أما الذي يكثر من اليمين على غير داعي هذا لا ينبغي له لكن لا يستدل بها الآية يستدل بقوله تعالى وحفظوا أيمانكم سأعطي بعض الفوائد المتعلقة باليمين مدام أننا يعني دخلنا فيها وباب الأيمان باب طويل جداً لكني أحضرت لكم قرابة العشرين فائدة مركزة يعني أهم ما في باب الأيمان من فوائد حاولت أن أجمعها لكم يعني فيها العشر دقائق يقول ابن مسعود الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران تكفير يعني أنك تدفع الكفارك اليمينان اللي يكفران أن يقول والله لا أفعل فيفعل أو والله لا أفعلن فلا يفعل هذا في كفاره والله لا أعطيك فأعطيك يقول إذا ندفع كفاره أو والله لا أسافرن الليلة فلا يسافر هذا في كفاره شوف أن يحلف على أن يمنع شيئاً فلا يتم يمينه أو يحلف على أن يفعل شيئاً فلا يتم يمينه هذا اليمين الذي يكفر اثنان ويمينان لا يكفران أن يقول والله ما فعلت وقد فعل والله ما رحت لفلان وهو راح هذا يمين غموس هذا حلف كذبا متعمدا هذا من عظمها وكبيرتها ما تكفر ما تطعم عشرة مساكين وتقول خلاص الله تجاوز عني فيها هذه لها توبة خاصة بها واستغفار وإنابه أن يقول والله ما فعلت وقد فعل والله ما أكلت من هذا الطعام والله ما زرت هذا البلد وهو كاذب قد زاره هذا اليمين الأول الذي لا يكفر أو اليمين الثاني أن يقول والله لقد فعلت وهو لم يقع الأول يقول والله ما زرت البلد وهو قد زار كذاب هذا ما فيك كفارة هذا يمين غموس أو أن يقول والله لقد زرت البلد الفلان والله أني رحت مكة الاسبوع الماضي وهو ما راح والله اني الاسبوع الماضي في المدينة وهو كذاب ليس في المدينة ان يقول لقد فعلت فهذا كذب وهو يمين غموس ايضا اليمين يشبهه النذر والنذر ثلاثة اضرب منه نذر طاعة هذا يجب الوفاء به ما لم يكن يعني فيه مشقة شديدة او مستحيل مثل لو واحد قال لله علي نذر اني اصلي الضحاء بعدا قال لا ساكفر عن نذري ولا اصلي الضحاء نقول حرام يجب انك تصلي في حديث عائشة في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه لو قال والله لا اتصدق بخمسة ريالات ثم قال لا لن اتصدق انا با اكفر عن اليمين عن نذر او لو قال لله علي نذر نعم لله علي نذر ان اصلي الضحاء او لله علي نذر ان اتصدق بمثلا بمئتي ريال ثم قال اصدق بمئتي ريال او اكفر عن النذر باطعام عشرة مساكين المسكين يمكن ما يكلفني الا سبع ريال السبعين اقل من المئتين تدري ابا كفر عن النذر ولن اتصدق بالمئتين نقول حرام يجب عليك تتصدق مادام انك قادر يجب عليك ان تتصدق النذر الثاني نذر معصية مثل من يقول لله علي نذر او نذر علي اني احضر المغني الفلاني في عرص ولدي مثلا او نذر علي اني اذا كذا ان افعل كذا وذكر شيئا محرما هذا لا يجوز الوفاء به ويجب عليه كفاره لا يجوز الوفاء به ويجب عليه كفاره النذر الثالث النذر المباح مثل مثلا لو قال ابد نذر علي او لله علي نذر اذا نجح ولدي مثلا اشتري له دراجة ولا اشتري له السيارة ولا اعمل ولي ماهو كذا هذا مباح ما قال اتصدق مثلا او اعتق او كذا انما نذر على مباح لله علي نذر اذا نجح ولدي اشتري له ثوق ونحو ذلك هذا نذر على مباح فهذا لا يجب الوفاء به يخير نقول تريد ان توفي به او تريد ان تكفر عن نذرك يخير بين هذا وهذا فان قال والله لا اريد ان اوفي به ساكفر نقول اطع ماشرة مساكين لو قال بل اريد ان اوفي به نقول اوفي اذا النذر على مباح فيشك فيقول طيب احلف يعني اكد لي هذه المعلومة بذكر معظم هذا معناه احلف وكأنه يقول ان كذبت فهذا المعظم الذي حلفت به يتولى عقابك هذا معنى اليمين يقول لك مثلا متى تسددني المال الذي انا يعني سلفتك فتقول والله يا اخي ما عندي فلوس اعطيك قال يا اخي صار لك سنة وانت تقول ما عندي فلوس وانا اراك تستمتع وتسافر وتروح كيف ما عنديك فلوس احلف ان ما عنديك فلوس تسددني فقلت انت والله ما عندي فلوس سددك فقال خلص وكلتك الى من حلفت به فكأنه يقول لك في اليمين اكد لي هذه المعلومة بذكر معظم يعلم خافية قلبك وحقيقتك فهو يتولى عقابك اذا كنت كاذبا عليه هذا معنى اليمين توكيد المعلومة او توكيد الخبر او توكيد الامر بذكر معظم يخافه الانسان سميت يمين لانهم كانوا اذا حلفوا يأخذ كل واحد بيمين الثاني فسميت لذلك يمينا اليمين انواع منها يمين شركية وهي ان يحلف بغير الله منها اليمين الغموس وهي التي ذكرناها ان يقول والله ما فعلت وهو كاذب والله ما رحت المكة وهو كاذب قد راح او والله قد رحت لمكة الاسبوع الماضي هو كاذب لم يذهب مثلا ان يحلف كاذبا متعمدا النوع الثاني اليمين اللغو مثل مثلا منها مثلا لا والله نعم والله ما لو قلت لك مثلا طيب الليلة مثلا انا عازم بعض اصحابي تعال وتعشى معنا فقلت مثلا والله ما اقدر ثم بعد العشاء اصار عندك وقت وجئتنا ما نقول كفر عن يمينك لانك قلت والله ما اقدر لا لان كلمة والله هنا يقولها الناس على سبيل التبرك فقط لا يقصدون بها عقد اليمين لذلك الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم التكرار كلمة والله والله عن اللسان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني كيف تفرق بين اللغو وبين كيف تقلب يمين اللغو الى يمين منعقدة مثال لو اقول لك عندي عشاء الليلة لبعض اصحابي تعال شاركنا قلت لي والله ما اقدر قلت يا اخي تقدر يا اخي انت ما عندك شغل تقدر قلت يا اخي ما اقدر قلت احرف انك ما تقدر فقلت والله ما اقدر هنا انتقلت من يمين لغو الى يمين منعقدة لانك اردت ان تؤكد المعلومة بذكر معظم سبحانه وتعالى منها يمين الاكرام وهذه ذكرها الشيخ بن عثمين رحمه الله يعني مثل وهذه تتكرر مثلا ما اقول لك مثلا مثلا اشرب قهوة فتقول لا والله اقول والله انتاخذ هر فنجاد مثلا والله انتشرب شاي او مثلا اردت انك تحاسب في مكان في مطعم او كذا فاردت انك تدفع فقلت لك والله ما تدفع والله ما تدفع فدفعت الشيخ بن عثمين كان يلحقها بيمين اللغو يقول هذه نا يقصد الناس بها تأكيد معلومة ونيقصدون بها استخراج حقوقهم ونيقصدون بها تأكيد حقوقهم على الآخرين إنما يقصدون بها الإكرام فقط فمدام أنهم يقصدون بها الإكرام دون أن يقصدوا منها تأكيد حق أو منع حق أو تأكيد معلومة أو نفي معلومة أو ما شابه ذلك مدام أنها المطلوب منها فقط هو يعني إكرام الآخر فهذا ليس فيها كفارة وتعتبر يعني تعتبر يمين إكرام وهذه حقيقة كلام الشيخ رحمه الله يرفع الحرج عن ناس كثير لأن الناس استعملونها كثيرا حقيقة والله أنت تعشى عندي الليلة والله ما تحاسب والله مثلا تفعل كذا والله أنت أخذها الهدية مثلا تعطيه قلمك ويكتب به ثم يريد أن يرجع لك وتقول والله ما أخذه والله أنت أخذه أنت تقصد الإكرام حتى لو أعاد إليك القلم لا تتحرج وتقول يا أخي أنا حلفت أنه يأخذه الله يهديه ما بر بيميني نقول أنت لم تقصد تأكيد فعل أو نفي فعل أو إثبات حق أو منع حق إنما قصدت إكرامه فقط فهذه تدخل مثل النذر المباح أو يعني واليمين اللغو ما شابه ذلك النوع الرابع ذكرنا اليمين الشركية واليمين الغموس واليمين اللغو النوع الرابع اليمين المنعقدة وهي تأكيد شيء بذكر الله أو أحد أسمائه أو صفاته أن يفعل شيئاً ويتركه مثل وعزة الله ما أفعل كذا والله ما أفعل كذا وذو الجلال والإكرام أني ما أفعل كذا ذكر الله تعالى وأحد أسمائه وصفاته جل وعلا المواضع التي أقسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته هي ثمانين موضعاً فقط كما ذكر ابن القيم عد بن القيم كل المواضع اللي أقسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها ثمانين موضعاً فقط يعني لما تقسمها على منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن لحق بالرفيق الأعلى ثلاثة وعشرين سنة قسمها الثمانين عليها يعني يطلع عندك في السنة يمكن كل ثلاثة أشهر حلف واحد هذا وهو يحلف صادقا عليه الصلاة والسلام شوف كيف كان يحفظ يمينه أكثر يمينه لا ومصرف القلوب والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده ورب الكعبة ونحو ذلك هذا أكثر إيمان عليه الصلاة والسلام اليمين لها آداب أولا حفظ اليمين عدم الاكثار منها أيضا ألا يحلف بغير الله هذا معروف عدم الحلف كاذبا منها ألا يجعل اليمين حائلا بينه وبين فعل الخير مثل ما ذكرنا والله ما أتصدق عليك ثم تبين لك النفقير نقول كفر عن يمينك وتصدق منها الوفاء باليمين والله إن أفعل كذا أوفي بيمينك منها المسارعة للكفارة عند الحنيث إذا قلت والله ما أذهب إلى فلان وذهبت فلحقني كفارة في رقبتي نقول لك سارع إلى الكفارة قد تموت وأنت ما كفرت ومنها إبرار قسم الحالف ما لم يكن معصية إبرار قسم الأحالف إذا حلف عليك يعني شخص جاءك مثلا وأراد يصلح بينك وبين أخيك فقلت يا أخي أخي هذا يا فلان والله أخوي هذا أخطأ علي وأحرجني أمام الناس وسبني وشتمني وأنا قاطعته لأني كل ما قابلته يعيد الشتيمة علي قال لك خلاص هو نادم تعال معي سلم عليه قلت ما أذهب قال والله أنت أتي معي أقسمت عليك أنت أتي معي حلفت عليك بالله أنت أتي معي نقول بر بيمينه المفترض أنك تبر بيمينه مدام ما عليك ضرر هو يعني يريد زال الله خير أن يسلح بين الناس فإذا أقسم عليك مسلم فحرص على أن تبر بيمينه من الأحكامها أيضا أو من آدابها أنه إذا قال إن شاء الله لم تنعقد يمينه إذا نواها تعليقا ولذلك أنا أوصي إخواني دائما إذا حرفوا أن يقولوا إن شاء الله أحيانا الآباء يحرفون على أولادهم قلت رأى والله إن فعلت كذا أن أفعل كذا قل إن شاء الله ولو بصوته منخفض يعني خاصة إذا كان ولد يفهم معناه إن شاء الله إذا قلت إن شاء الله قال لي معناها أن اليمين ما تمت فاخفض بها صوتك حتى يعني تتمشي أمورك أو أحيانا تقول لي فلان يا أخي اصلح تعال أصلح بينك وبين فلان قال لا قلت يا أخي أحلف عليك بالله إن شاء الله أنك تذهب معي فخفضت كلمة إن شاء الله هذا يسقط عنك الكفارة لو أنه لم يتم يمينك ليش لأنك لم تعقد اليمين لكن علقتها قلت إن شاء الله ذهبت معي وإن شاء الله لم تذهب معي فأنت علقتها بالمشيئة ولم تلزمه إلزامك فهذا إذا قلت إن شاء الله على سبيل التعليق فإنه لا تنعقد اليمين بهذا اليمين أيضا من آدابه أو حكامه أن اليمين ينعقد على نية المستحلف لو جاءك القاضي وقال لك مثلا هل رأيت محمدا دخل إلى بيته البارحة احلف أنك رأيته فقلت أنت والله قد رأيته دخل إلى بيته وأنت تقصد رأيت عبد العزيز جارك الثاني دخل إلى بيته ولا تقصد محمدا الذي ذكره القاضي هذا ما يجوز يقولون في الحقوق النية للحالف تقع على نية المستحلف وإلا لو فتح الباب كل واحد يحلف ينوي اللي يريد تعطلت المحاكم لكن يقع على نية المستحلف قال لك القاضي هل رأيت فلانا طعن فلانا فقلت نعم والله قد رأيته وأنت تقصد قد رأيته القمر البارحة مثلا هذا هذا لا يجوز وهو أيضا تلاعب بالأيمان إنما النية في الحقوق تقع على نية المستحلف الذي استحلفك اليمين أيضا الحنث في اليمين لها أحكام منه حنث الحنث هو يعني قطع اليمين عدم إتمام ما حلفت عليه منها حنث سنة وهو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها قلت والله ما تذهبين يا زوجتي إلى أهلك ثم تبين لك كأنما لداعي هالحلف فهنا نقول يسن لك أنك تحنث في يمينك وتأذن لها بالذهب ومنه حنث واجب نقول لا يجوز أن تواصل في يمينك يجب عليك أنك تقطعها وهو إذا حلف أن يترك واجبا أو يفعل محرما مثل ما مثل لما يقال مثلا فلان قال إني بخيل فقالوا نعم فقلت فقلت إذن هو أصرا له عندي ألف ريال سلفني والله ما أعطي هي هذا ما يجوز أن تترك واجبا عليك وهو توفية ماله هذا ما يجوز أنك تواصل يمينك يجب عليك أنك تكفرها وجوبا أو لو حلف أن يفعل محرما قال والله لأدعونا فلانا ليفعل كذا وكذا أو والله لأشربنا الخمر أو لا هذا أيضا يجب عليه أن يكفر ولا يجوز أني واصل فيه منها يمين مباح إذا حلف على فعل مباح قال والله إذا جاء فلان لأعزمه وأذبح لذبيحه وكذا هذا نقول كفر عن يمينك أو أتم ما عليك فأس ومنها حنث حرام مثل لما يقول لك مثلا فلان تأتيني الليلة مثلا أنا أعزمك وأعزم أصحابي تأتي الليلة قلت نعم قال احلف ترى أنا أشق فيك وأنا سأتكلف أعمل عشق قلت والله سآتيك لا يجوز لك أن تقول لن أوفي بيميني وأذهب أطعب عشرة مساكين وخله ينحرج عند أصحابه ويخرب عليه عزيمته وليمته نقول حرام يجب عليك أن توفي يمينك يجب اليمين المنعقدة والله لا أفعلنا كذا والله لا أفعل كذا اليمين المنعقدة حلفت على شيء مستقبلي ما دام ما لك ضرر وليس فيها منع لحق ولا أكل حقوق ناس إذا حلفت على يمين منعقدة على أمر مستقبل فيجب عليك أن توفي بها ما لم يمنعك مانع إلا إذا كانت في أمر مباح مثل ما ذكرنا والله لا أذبح ذبيحة إذا نجح ولدي وكذا هذا أمر آخر لكن إذا كان فيها تعلق لحقوق الناس أو إرضاء لنفوسه منحو ذلك يجب عليك أن توفي بها اليمين بالطلاق هي تأكيد شيء بإقاع الطلاق مثل ما تقول مثلا يقول لك هل مثلا ستسافر إلى مكة تقول نعم قالوا الله أنت لا أصدق كلامك فتقول عليّي الطلاق أني سأسافر الليلة فكأنك تقول إن لم أسافر فامرأتي طالق هذا الأصل في يمين الطلاق وعليّي الطلاق أن لا أفعل كذا أكثر أهل العلم على أن الحليفة بالطلاق بدعة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهوا عنها وقالوا أنها بدعة محدثة لكن السؤال هل يقع الطلاق لو حنث لو قلت عليّي الطلاق أني أذهب مكة هالليلة ولم تذهب عليّي الطلاق أنه ما يأذن المغرب إلا وفلوسك عندك أنت الآن مسكتني وأحرجتني وقلت رجع لي فلوسي اللي أنا يعني سلفتك عليّي الطلاق ما يأذن المغرب إلا وفلوسك عندك فرضا فهنا إذا لم يوفي هل يقع الطلاق أم لا يقول سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باس يقول هذا يقع هذا يرجع إلى هذا يعود إلى نية الحالف فإنّو المنع والزجر مثل اللي يقول لزوجته تراك طالق وليّ عليّي الطلاق ما تطلعي من البيت أو يقول لولده عليّي الطلاق ما تمشي مع فلان ونحو ذلك عليّي الطلاق من أمك أنك ما تذهب إلى كذا يقول إنّو المنع والزجر ولم يأتي إلى باله الطلاق ولجأ في باله فراق زوجته لكن قصد التخويف يعلم أنه إذا قال لولده أو بنته والله ما تروح لن يطيعه لكن إذا قال عليّي الطلاق من أمك خاف الولد قال قعد أسبب لأمي مشكلة ويطلقها أبي فانضبط أو قال لابنته عليّي الطلاق من أمك أو قال لزوجته عليّي الطلاق أن تفعلي كذا قلنا يا أخي ليش تحرف بالطلاق قال يا أخي إني لو قلت لها والله ما تفعلين لن تطيع عني ما تخاف وتضطرب إلا من كلمة الطلاق فأنا مضطر أني أستعملها فهنا هل تطلق المرأة لو أنه لم يمضي ما حلف عليه الولد طلع والزوجة راحت لأهلها وكذا يعني ما نفذوا الحلف هل يقع الطلاق أم لا يقول الشيخ رحمه الله هذا يعود إلى نية الحالف فإن نوى المنع والزجر نوى التخويف والمنع والزجر دون أن يرد إلى ذهنه فراق زوجته فهو يمين وإنه والطلاق وفراق امرأته فهو طلاق يعني كأنه وقع في نفسه قال زوجتي هذه ما تسمع كلامي وأتعبت لي وكل مرة أمنعها من الذهاب إلى جارتها وهي تذهب وجارتها هذه امرأة مثلا تفسدها علي وتغتابني وتفعل كذا وكذا إلى آخر فقال لزوجتي لا تذهبي فذهبت اليوم الثاني قال والله ما تذهبين لها فذهبت فمل من هالزوجة التي لا تطيع فقال علي الطلاق ان ذهبتينها مرة ثانية وهو في نفسه كأنه يقول ان ذهبت لن تواصل معي خلاص وبطلقها فعلا فإذا وقع في نفسه نية الطلاق فإنها إذا لم تنفذ ما قال فهي تطلق هذا على كلام شيخي رحمه الله يقول إذا وقع في نفسه نية الطلاق طلقت إذا لم يرد في باله فراق الزوجة والطلاق فهو لا يقع وبالمناسبة أكثر من يحلفون بالطلاق هل ينون الطلاق فعلا أم ينون غالبا المنع والزجر الحقيقة ينون الثاني المنع والزجر أكثرهم يعني من خلال مخالطة الناس واستماع أسئلته منح ذلك أكثرهم إنما ينون المنع والزجر قليل منهم من ينوي الطلاق والفراق الحقيقي هناك بعض الناس شيء ذكره الفقهاء قالوا اليمين بالكفر مثل اللي يقول مثلا هو كافر إن فعل كذا وكذا أو يقول لك عن نفسه يقول إنه يهودي لو فعل كذا هذا محرم طبعا هذا النوع من اليمين ويعتبرها العلم يمينا لكن محرم لا يجوز له أن يحلف به منه اليمين بالظهار وهذا أيضا اليوم لا يكاد أن يوجد يعني إلا نادرا جدا مثل يقول لزوجتها أنت عليك أمي كظهر أمي انفعلت كذا هذا أيضا له أحكامه من الفوائد هنا أيضا أن اليمين تزول بزوار سببها مثل من حلف مثلا مثلا جاركم عنده أولاد كبار اثنين أولاد كبار ومثلا وأنت لا تثق أن تذهب بناتك الكبار عند جاركم يزورون بناته ليوجود إخوانهم الكبار مثلا ما تثق يعني ربما ينظر إليها يصورها شيء من هذا يعني والشاب ليس ثقة فقلت البناتك يا بنتي لا تذهبي لبجراننا قالت ليش قلت والله ما تذهبي لبجراننا فاهمة والله العظيم ألا تذهبي إليه أبدا ثم بعد شهرين ثلاثة سافر الولدان للخارج للدراسة فالسبب الذي جعلك تحلف زال فهنا إذا ذهبت البنات هل يلزمك كفارة لأنها ذهبت إلى جيرانهم وانت قلت والله ما تذهبين يلزمك كفارة لا يلزمك كفارة لأنك حلفت على سبب معين إذا زال السبب خلاص وكذلك لو حلفت على ظن خاطئ مثلا سمعت أن زوجتك هناك جارة تفسدها فشككت أنت أنها مثلا أم فلان فقلت لزوجتك والله ما تدخلين بيتهم وفلان أبدا قالت ليش يا أخي قلت ما هو بشغلك ليش والله ما تدخلين بيتها أبدا ثم تبين أنك مخطئ وأن الذي وسوس لزوجتك هي أختها التي جاءت من سفر وجلست معها يوم ورجعت وهي التي أفسدتها عليك أما جارتكم فيها بريئة فأنت حلفت بناء على ظن خاطئ فقلت لزوجتك خلاص أذنت لك هنا لا يلزمك أيضا كفارة لا يلزمك لأنك حلفت على شيء تبين لك أن هذا الشيء غير صحيح فيسقط اليمين مع هذا الظن يقولون وكذلك إذا حلف على أيمان متعددة إذا حلف أيمان متعددة على شيء واحد فكفارة واحدة مثل مثلا من يقول والله ما أشرب هذا الماء بعدين قال لك يا أخي أشرب الماء هذا نافع قلت يا أخي والله ما أشربه ثم جلست بعدين قال طيب تبغى ماء قلت يا أخي والله ما أشرب فحلفت أربع أو خمسة أيمان على شيء واحد هذا لا يلزمك إلا كفارة واحدة عدة أيمان على شيء واحد والله ما أزور فلان فجاء ناس أكلم وقالوا يا أخي اتق الله ازور قلت يا اخي والله ما ازوره خلاص انتهى الموضوع ثم بعد اسبوعين جاءك واحد يشفع قلت يا اخي والله لا ازوره خلاص لا تكلمني في الموضوع ثم بعدها جاء واحد فاعدت الايمان عشر مرات على شيء واحد ثم اردت ان تزوره هنا يلزمك كفاره واحدة وكذلك لو حلف يمينا واحدة على عدة اشياء لو قال والله ما ازور فلان ولا اركب سيارته ولا اسلم عليها لو رأيت في اي مجلس حتى لو في المسجد فحلفت على ثلاثة اشياء بيمين واحدة ثم زرته وركبت سيارته وسلمت عليه هل يلزمك ثلاث كفارات ام كفاره واحدة يلزمك واحدة يلزمك كفارة واحدة مدام من اليمين واحدة اليمين المغلضة قالوا هي التي تكون تغلض بالصيغة او بالمكان او بالزمان او بالهيئة كيف بالصيغة ان يقول لك مثلا احلف انك لم تأخذ هذا المغلضة فقلت والله ما اخذته قالك لا لا ما اريد اليمين بهذه الطريقة قل اقسم بالله العظيم فقلت انت اقسم بالله العظيم قال الذي خضعت له الرقاب قلت الذي خضعت له الرقاب ولانت له الصعاب ولانت له الصعاب الذي فلق البحر لموسى قلت الذي فلق البحر لموسى اقسم بالله الذي سخر الجنة لسليمان فقلت اقسم بالله الذي سخر الجنة لسليمان اقل اقسم بالله الذي انزل القرآن اقسم بالله الذي يجمع الناس يوم القيام يقولون هذه يمين مغلضة بالصيغة صيغة اليمين تجعل الحالف يستعظم الامر ولذلك جربت مع بعض الناس احيانا عند الاصلاح بينهم يقول يا اخي احلف انك ما اخذت مثلا ما منعت بينهم خلاف على ميرات مثلا فيقول يا اخي ابد الوالد ورثه مئة الف وعطيتك خمسين واخذت خمسين فيقول اخوه يا اخي يا شيخ والله الوالد ورثه اكثر من ذلك لكنه كذاب فاقول له احلف ان ورث الوالد مئة الف فيقول يا شيخ والله الورث الوالد مئة الف فاقول له لا ما اريدها اليمين ردد وراي أقسم بالله العظيم فإذا ذكرت له جملتين ثلاث يتوقف يقول لا لا تبغى والله أعطيك والله أما ليمان هذه اللي تخوف فلق البحر لموسى شخر جنس سليمان كذا ما أحلف بها تبغى والله أعطيك والله فهذه اليمين المغلظة بالصيغة وهي التي غالبا يستعملها القضاة القضاة حسب الموقف طبعا أحيانا إذا لاحظ اللي أمامه لعاب أو يحتال غلب عليه باليمين وجعله يكرر أيمانا هو غير متعود عليها وهذا لها مبدأ بالمناسبة في القرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المناعنة بين الزوجين لما الرجل يتهم امرأته مثلا أنها وقعت في الفاحشة وهي تنكر ذلك فهو يحلف بالله تعالى يقسم بالله تعالى أربع مرات على أنه يعني على أنها فعلت والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين طيب يقول هو ولعنة الله عليه يعني على نفسه إن كان كاذبا إن كان افترى عليها المرأة أيضا تحلف أربع مرات على أنك كذاب والخامسة ما تقول لعنة الله عليها على نفسها إنما تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين المفسرون قالوا طيب ليش الرجل قال في حقه يقول عن نفسه لعنة الله عليه والمرأة تقول عن نفسه غضب الله عليها إيش التفريق؟ قالوا لأن النساء قد يجري على لسانها كثيرا اللعن وبالتالي قد تلعن قد تستعمل اللعن هنا وهي متعودة عليه ما يؤثر في قلبها ولا ينفضها ما يحركها ولذلك جاءت صيغة أخرى هي غير متعودة عليها وهذا هو المبدأ الذي جاء في تغليض اليمين أنه يعظم عليه اليمين والذي خلق السماوة والذي يجمع الأولين والآخرين والذي يعاقب من يشاء ويأخذ وكذا ينتفض يقولك لا 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 اليمين بها الصيغة ما أقدر هذا اليمين المغلضة بالصيغة فيه اليمين المغلضة بالمكان مثل ما كان بعض هالعلم أو بعض القضاة أو كذا يجعله يحلف بين الركن والمقام مثلاً عند الكعبة أو جيبة تقول خلاص أنا ما بوقت تحلف فينا بعد صلاة العصر في المسجد أريدك أنك تحلف فتغلضه بالمكان يحس أن المكان هذا له هيبة كيف أكذب في يميني ومنها التغليض يحلف بالزمان كأن يحلف في نهار رمضان يحلف في ليلة يظن أنها ليلة القدر يحلف بعد العصر يوم الجمعة ونحو قالوا هذا زمان له شرف فيخاف الناس أن يحلفوا فيه ومن تغليض اليمين النوع الرابع الهيئة كيف الهيئة يعني أنه إذا جاء يحلف تقول لا لا تحلف وانتجالس احلف وانتواقف هو عند القاضي جالس قال له القاضي احلف أنك أعطيت أديت كل أموال أخيك إلي فقال والله العظيم أني عطيتك كل فلوسة قال القاضي لا لا اقف قائماً وقف وأشر للسماء وانتحلف قل اقسم بالله العظيم وأنت واقف هذه الهيئة اللي هو ما تعود عليها ورفعه بيده السبابة إلى السماء هذه تجعله ينتفض في داخله هذا قالوا هذه اليمين المغلبة يعني إما أن تكون بالصيغة أو بالمكان أو بالزمان أو بالهيئة التغليض اليمين بوضع اليد على المصحف هذه ذكر ابن العربي وغيره أنها بدعة يقول لم يفعلها أحد من الصحابة كما ذكر القرطبي في تفسيره أنه يقول لا احلف فيأتون بالمصحف ويضع يدعى المصحف ويقول أقسم بالله العظيم ويقول أن هذا نوع من التغليض هذا لم يفعله أحد من الصحابة لكني وجدت في فتاوى مجلس المجمع الفقه الإسلامي هو عادة يعقد سنويا ويحضر جمع كبير من الفقهة قالوا إذا رأى الحاكم أو القاضي أن يضع الحالف يده على المصحف تهييبا له وتخويفا له جاس كما كان السلف يقول له احلف أمام الكعبة احلف لو قال لك واحد أعطني الدليل أن الحلف أمام الكعبة أن أعظم من الحلف في بيته لن تجد دليلا لكنهم يأتون به أمام الكعبة لأجل وضع الهيبة في قلبه من الموقف فيصدق أو يلتزم باليمين إذا حلف قالوا كذلك فتوى المجمع الفقه قالوا كذلك إذا كان وضع يده على المصحف أنه هذه ستورث هيبة وخوفا في قلبه وتجعله يعظم هذا اليمين ويلتزم بها في هذا الحال لا بأسا يفعلها من الفوائد أيضا حول اليمين إذا قال الرجل للآخر حلفت عليك فقط أو قال حلفت عليك بالله أنك تفعل كذا حلفت عليك بالله ما تطلع هذه يمين حلفت عليك بالله يمين لكن لو قال حلفت عليك فقط ولم يقصد هو يمينا حلفت عليك أن تأكل حلفت عليك أن تشرب حلفت عليك أو هذه إكرام لا لو قال حلفت عليك ما تذهب إلى فلان مثلا فهذه لا تعتبر يمينا إلا إذا قال حلفت عليك بالله فهذه تعتبر يمين وهي فتوى هذه فتوى للشيخنا الشيخ من جبرين رحمه الله كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة يخير بين الثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين يعني لو مريت المطعم واشتريت مثلا وجبة واحدة عشر وجبات كل وجبة لنفر رز مثلا وشيء من إيدام مش لازم يحض دجاج لو حط على الرز خضار مثلا أو شيء ممكن ما تكلفك خمسة ريال سبعة ريال وخدت لك عشر ومريت في الشارع إلى العمال ليكنسون الشارع أو كذا وناديت تعالي يا صديق مثلا أنت مسلم قال لك الحمد لله مسلم فقمت وعطيته واحدة منها فهذه كفارة وزعتها على مساكين وقد يقول البعض طيب ليش أسأله هو مسلم فنقول إن الكفارات الواجبة كفارات الواجبة لا تعطى إلا لمسلم أما الصدقات العامة فتعطى للمسلم وغير المسلم لكن كفارة يمين كفارة نذر كفارة وطأ في نهار رمضان إطعام ستين مسكين ونحو ذلك كفارة فطر في رمضان للمريض ونحوه هذه لا يطعم إلا المسلمون أما الصدقات العامة فهذه تعطى للمسلم وغير المسلم يخير كما ذكرنا بين طبعاً يجوز إنه يعطي أيضاً شيئاً نياً يعني لو مثلاً اشترى دجاجتين دجاجتين ونصف ومعها أربع خمسة كيلو رز وجاء وأعطاها عائلة فقيرة خلاص هذا الطعام يكفي لعشرة يعني حتى تحدد حتى تحدد نقول لك أنت لو عزمت عشرة رجال ماذا ستضع لهم تقول الله في الغالب بحط لي دجاجتين وصح نرز حتى يكفيهم نقول خلاص هذه الكفارة طيب أنا أريد أن يؤدي الكفارة غير مطبوخ نقول خلاص خذ هالدجاجتين والرز وأعطيه لعائلة فقيرة وإن أعطيتهم شيئاً من إدام كيس فيه شوية طماطم وكوسة وجزار وكذا فهو أحسن ولو لم تعطيه ما في بس أهم شيئاً يكون إطعاماً أهم شيئاً يكون إطعاماً ويكون الطعام المعتاد لو قال واحد يعني إطعام أهم شيء قلت نعم قال خلاص نشتري لك كيس خبز في خمس خبزات بريال وأشتري لك علبة حليب بريال وأعطيه يا والله لو أكلهاني يشبع نقول الصحبي يشبع لكن الله تعالى ما قال إطعام عشرة مساكين فقط إنما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم ما قال لك أعطيه طعاماً لحم الكيلو باربعين خمسين ريال وكذا لا أعطه الوسط الوسط يأكلون دجاج يأكلوا الأشياء المعتادة لكن لم يقل الله تعالى من أحسن ما تطعمون أهليكم إنما قال من أوسط فلم يأمرك أنك تعطيه يعني وجبة لحم كلفك أربعين ريال ولا تعطيه أيضاً خبز وكاس عصير بريالين أعطيه الوسط من أوسط ما تطعمون أهليك هذا أمر مهم حقيقاً انتباه إليك لأن بعض الناس يقول والله أعطيه علبة فول وحب التميس خبز خلص أنا كفرت عن يميني نقول نعم لكن هذا ليس من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني هذا وليس من أردأ لكن هذا ليس من الأوسط فلم نأمرك بالأعلى ولم نأمرك بالأدنى إنما لابد أن يكون وسطاً نوعية الطعام هذا في اليمين يختار إما أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم يشتري لكل واحد ثوب وطاقية ويشتري لكسوة كاملة هذه مكلف طبعاً أو تحرير رقبة ولذلك الله تعالى بدأ بالأسهل الإطعام بعدين الأعلى ثم أعلاها تحرير رقبة اللي ما يستطيع على هذا كله يصوم ثلاثة أيام قال ابن عباس متتابعات وقال غيره ليس شرطاً أن يكوننا متتابعات فالأمر في الصيام أمره يسير لكن الإطعام لا بد أن يكون كما ذكرنا أن يكونوا عشرة مساكين وممكن نفس المسكين تقول له تعال كل يوم خذ غدا من عندنا مثلاً واحد يكنس الشارع قلت له بعد صلاة الظهر لمدة عشرة أيام تعال ونعطيك غدا وقلت لزوجتك كل يوم يأتي هذا أعطيه غدا فهي تحط له من غداك ومتعطيه فهذا جائز أن يكون نفس المسكين عشر مرات يعني عشر وجبات يجوز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث يعني أنا قلت مثلاً والله أسافر مكة بعد أسبوع ثم صار عندي شغل وعلمتني لن أذهب إلى مكة فهنا يلزمني كفارة فنقول قبل لا يأتي الأسبوع يعني قلت والله لا أسافر مكة السبت القادم لما جاء يوم الأحد والاثنين والثلاثة أنا إلى الآن صح قررتني لن أذهب لكن إلى الآن ما حنثت في يميني ما قطعت يميني لأن إلى الآن ما بعد جاء وقت تنفيذ اليمين فيجوز قبل أن يأتي وقتها أني أكثر أطعم عشرة مساكين وخلاص يأتي يوم السبت ما أسافر ويجوز أن يأتي يوم السبت ويمر علي وأكون قد حنثت قد قطعت يميني وأكثر بعدها فيجوز الكفارة قبل أن تحنث ويجوز بعدها أن تحنث لا يجزء في الكفارة إخراج المال يعني ما يقول الواحد والله خلاص أنا يعني لما أشتري من المطعم بيكلفني عشرة ريال المسكين الواحد أنا بعطيها مئة ريال لعائلة فقيرة خلاص هذا عن عشرة مساكين نقول لا الله تعالى يقول إطعام ما قال صدقه على عشرة مساكين يقول إطعام فالأصل أن يكون إطعاما الأصل أن يكون إطعاما هناك بعض الأيمان منتشر عند الناس حلف بغير الله والنبي ما يجوز وحياة النبي ما يجوز وشرفي ما يجوز قل هذه حلف بغير الله بعض الناس يحلف يقول مثلا وحيات الله منتشر في بعض البلدان يقولوا حيات الله أني أفعل كذا وكذا هذا يجوز الحلف به لماذا لأنه صفة من صفات الله الحياة صفة من صفات الله مثل ما يقول عزة وعزة الله مثلا وقدرة الله ونحو ذلك وعظمة الله هذه كلها من صفاتنا لا يجوز الحلف بها والله أعلم وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك هذا الحديث مصداقه أيضا قول الله تعالى وما أنفقته من شيء فهو يخلفه يعني أن تنفق وتجد الرزق من الله سبحانه وتعالى أما أن يكون رزقا يعني عينيا واضحا أو أن يكون بركة يطرحها الله تعالى في مالك مثل مثلا لو إنسان تصدق بعشرة ريالات ثم تصدق بعشرين ثم بمئة ثم مثلا أخته محتاجة وساعدها ثم سبحان الله بعدها بشهرين ثلاثة قالوا لو الله في ترقية عملنا مثلا مسابقها أو قرعة أو كذا لترقيات ووقعت القرعة عليك وزاد راتبك ألف ريال نقول سبحان الله هذا عوضك الله هو شيء أن تراه بعينك أنت أنفقت مئة ولا مئتين ولا ثلاثمئة وأعطاك الله تعالى أضعافها وأحيانا تكون الإخلاف عليك بالبركة يعني مثلا الله تعالى يعطيك مثلا أنت شهريا راتبك مثلا ألفين ريال فأنفقت مثلا قلت لأختك مدى منك محتاجة خلاص أنا أعطيكي مئة ريال أحول لك مئة ريال شهرية من راتبي مثلا حولت الشهر الأول والشهر الثاني والله تعالى يراك فطرح الله تعالى البركة في مالك فتجد مثلا أن مثلا جاركم ابنه يمرض ويطلع بها آخر الليل المستوصف ويعطونه أكسجين ويأخذون منه قيمة الشغل مثلا مئة وخمسين ريال مئتين ريال الجاركم الثاني مثلا ربما وسيارتهم وقفة عند الباب جاء شخص وصدمها وراحوا صلحها بألف ريال وأنت سبحان الله أولادك ما مريضوا وسيارتك سليمة تجد أن الطعام عندكم في البيت تشتري مثلا كيس الرز ويجلس فترة أكثر مما يجلس عند غيركم هذا البركة اللي أنت ربما لا تشعر بها فتقول يا أخي أنا صار لي سنة أحول لأختي شهريا مئة ريال من راتبي يعني الحمد لله الله يقبل بس يقولون إن في يأتيك ما والله راتبي هو هو ولا ترفعت في وظيفتي بل لحقوق متأخرة في العمل أيضا ما أعطون إياها ما رأيت حقيقة شيئا يعني من هذا الزيادة في الرزق نقول هناك زيادات خفية يا أخي لا تعرفها مثل ما ذكروا أن رجلا قال لموسى عليه السلام قال يا 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 أو قال في عهد موسى قال يا ربي كم أعصيك ولم تعاقبني فأوحى الله تعالى إلى موسى أن قل له قد عاقبتك وأنت لا تشعر قد سلبت من قلبك لذة مناجأتي منذ كذا وكذا جاءتك عقوبا ما تدري عنها فكذلك قد يأتيك خير أنت ما تدري عنه لكن اعلم أن الإحسان الذي تحسن خاصة على ذوي الرحم خاصة يا إخواني وأخواتي على ذوي الرحم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح اللي ما يحبك وبينكم مشاكل وتتصدق عليه هذا أفضل شيء وأنت تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر فهذا بلا شك أن له فضلة ولذلك في الحديث صريح يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أن تعطي تخرج من جيبك وتعطي الله تعالى يضع لك أكثر مما أعطيت وما أنفقتهم شيء فهو يخلف فإما أن يأتيك الرزق صريحا بالمال أو أن يأتيك بركة واحد مثلا عنده ولد يدرس في الخارج وأن تحول شهريا مثلا فرضا مثلا ألف ريال لكنك كل مرة يتصل بك يقول يا أبوي والله الألف ما عليش أنا بس مرضت فيك الليلة وكذا واليوم الثاني أنا صار عندنا زيادة دروس واشتريت كتبا ما عليش حول لي مئتين ريال أسدد المكتبة حول لي ثلاثمائة ريال فلما أنت صرت تستخرج من راتبك مئة ريال لأختك أو لأمك أو لكذا توقف الطلبات ولدك تقول سبحان الله يا ولد أنت في السابق تقول الألف ريال ما تكفيني أو الثمانمائة أو الخمسمائة الآن من زمان ما طلقت فقال والله يا أبوي خالي أنا أحس أن وضعي مشا قدرت أدبر نفسي بالألف تقول لا والله لدبرك رب العالمي ما دبرت نفسي دبرك رب العالمين بفضله ومنته وبسبب ما وفقني لي من هالمئة اللي أنا صرت أحولها لأمي ولا أحولها لكذا هذا بلا شك يا إخواني ترى فيه بركة عظيمة يعني وأيضا الاعتدال في الصدقة واحد راتبه ألفين ما نقول والله حول أهلك وأخواتك وأمك وزع عليهم ألف تسعمائة وأبقي عندك مئة الله تعالى يقول ولا تبسطها كل البسط فالاعتدال فيه لكن أهم شيء أن لا تكون شحيحا لا تصل إلى مرحلة أنك شحيح لا تصل إلى مرحلة أنك تكون شحيح هذا اللي في الإشكال يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إن يد الله ملآ لا تغيظها نفقه سحاء الليل والنهار ملآ يعني على معناه الظاهر فهو سبحانه وتعالى يده ملآ يقول لا تغيظها يعني لا تنقصها يقول الله تعالى وغيظ الماء يعني نقص الماء لما ذكر قصة نوح عليه السلام وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيظ الماء يعني ونقص الماء لما توقفت مطر السماء والأرض تتفجر توقفت نقص الماء وغيظ الماء لا تغيظها أو تغيظها لا تغيظها بالفتح يعني لا تنقصها نفقه سحاء سحاء يعني دائمة الصب والهطر والعطاء ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق سحاء الليل والنهار يعني إن سألت الله في الليل رزقا أو في النهار أعطاك وقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم يعني أعلمتم أخبروني أنبئوني أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده أو لم ينقص ما في يده كلاهما صحيح وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع الله تعالى الله تعالى لا يظلم أحدا يخفض من يشاء ويرفع من يشاء يوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء ولذلك كم من إنسان اليوم يرفع في منصبه وفي جاهه وفي كذا ثم يخفض من غد وكم من إنسان يبيت تاجرا غنيا ثم تجري جائحة على ماله ويصبح فقيرا فيخفض ويرفع سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم لو اطلع أمرؤ عليك ولم تأذن له فحذفته بحصات ففقأت عينه وما كان عليك من جناح يعني ما كان عليك من حرج اطلع يعني جاء ونظر إليك استرق النظر بغير إذن كذا أنت في بيتك وجاء واحد في فتحة في الباب ولا حرك الباب وشو يصار في فتحة وجعل يطل سمع صوت مثلا في البيت أو كذا وجعل يطل وينظر إلى زوجتك أو إلى بناتك أو إليك فمعك شيء معك قلم معك شيء وجئت وخذفت عينه أو حذفته بشيء وفق عينه ما عليك جناح لكن طبعا هذا يطبق فيما إذا وصلت القضية للقاضي ليس معنى أنك تتسرع في هالأمور لأن القاضي قد لا يقبل من كذلك القاضي قد يقول أعطني شهود أنا وأعطني كذا وكذا لكن هذا الحديث جاء على سبيل التخويف وتعظيم عورات الآخرين لا تتعرض للناس وتطل عليهم وهنا قال عليه الصلاة والسلام ولم تأذن له لأنه لو أذنت له ثم اعتديت عليه لازمك القصاص يعني مثلا لو واحد خطب ابنتك فوافقت وقال طيب أنا أريد أني أنظر النظر الشرعية فقلت أنت لبنتك يا بنتي فلان خطبك قالت طيب ما عندي معنى فقل طيب ابنتي يريد يأتي اليوم العصر ويراكي قالت لا والله أنا أخجل يا بنتي هذا شرع الله قالت نعم أدري لكن أخجل والله ما أقدر خلاص ما أبغى تزوج يا بنت قالت لا أريد أتزوج إذا فيها نظرة شرعية أنا أخجل ما أريد أتزوج أبدا فاتفقت معه أنت على أن تدعى الباب مفتوحا قليلا وتجعل بنتك مثلا في فناء المنزل في الحوش أو مثلا إذا كنتم في بيت في شقة تجعل البنت في الصالة تتكلم معها وتجعل الباب مفتوحا واتفقت معه يأتي وينظر من خلل الباب لكنك أذنت له وهنا لا يجوز أن تأتي وتؤدبه أو تعاقبه أو تفقى عينه وتقول كيف تنظر إلينا أنت الذي أذنت له ولذلك ذكر أهل العلم قاعدة قالوا كل من صنع شيئا ليدفع الضرر عن نفسه فلا قصاص عليه مثل اللي يطل عليك وفقأت عينه ما نقول العين بالعين نقول أنا أدفع الضرر عن نفسي وكذلك لو واحد عظ يدك فنزعتها بقوة فانخلعت سناني له ما نقول الله تعالى يقول السن بالسن أعطيه يعني أعطيه دية السنين لأنه مقدر الشرعا يقول هذا ما هذا ليس أنا أنا إنما جذبت يدي لأدفع الضرر عن نفسي فهذا لا كفارة علي وليس علي مال ولا دية أعطيها لكم يقول أي صلى الله عليه وسلم ففقأت عينه ما كان فحذفته بحصات في رواية فخذفته بالخاء المعجمة بالخاء وفي رواية فحذفته بالحاء المهملة أي رميته بحصات أو نوات تأخذها بين سببتين يدك أو بإبهامك رميته بشيء فليس عليك من جناح هذا في تعظيم الحرص على أن يسر الإنسان الآخرين ولا يطلع على أسراره من اللطائف اللي يذكرها في هذا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كان قاضيا في القصيم وكان حاد الذكاء وكان هو أبو الشيخ صالح بن حميد العالم المعروف وإمام الحرب فكان الشيخ عبد الله بن حميد في يوم من الأيام في مجلس قضائه فجاء رجل يشتكي إليه أن جاره إذا سمع صوت أهله صوت زوجته وبناته في الحوش في الفناء أنه يطل من فوق الجدار ينظر إليه فجاء واشتكى عند الشيخ قال يا شيخ جاري يفعل كذا وكذا قال طيب ادعو جارك نسأله قال يا شيخ لأن دعوته سينكر سينكره سيحلف كذبا وهو إنسان يعني لا يتورع عن الحلف بالكذب سيحلف كذبا أن ما فعلها وأنا ما عندي شهود وإن شهدت زوجتي وبناتي لن تقبل ستقول هؤلاء الخصوم فأنا يعني ما ما أقدر ماذا أفعل قال طيب ناده فدعا الجار ثم سأل وجاء الجار الجار يعني الذي ينظر الجار الظالم وجاء هذا الجار صاحب الزوجة والبنات فقال القاضي قال الشيخ وهو كفيف يعني لكنه ذكي فقال لهذا المشتكي اللي هو صاحب الزوجة والبنات ما هي شكواك قال يا شيخ جاري هذا يا ينظر إلى بناتي وإلى زوجتي وأصبح الآن كلما خرجوا لفناء المنزل وهم في البيت كل واحدة بعباياتها يا شيخ حتى جيران إذا جاءونا يقرون ما نبغى نجلس في الحوش نجلس داخل يا شيخ ضيق علي بيتي وفعل وفعل فالتفت الشيخ إلى ذلك الجار الظالم ونظر إلي عفوا هو كفيف التفت جهته يعني وقال أنت أعلم أنك إن فعلت ذلك فأنت لا تريد للخير لجارك لأنك أنت إنسان طيب وتبغى تطمئن عليهم أن ما عندهم حرامي ولا عندهم لص وأنهم إن شاء الله على خير وأنه هذا من من مصرحتهم يا أخي إن جارك ينظر إليهم صح أنت تنظر بهذه النية فقال الجار إيه والله أنا كل يوم أطل عليهم أتطمن عليهم أنا كل يوم أطل أتطمن على وضعهم يعني فقال الشيخ اعترفت يعني وعاقبة فكان ذكي فالأمور وجاء يعني بالمناسبة يعني وقصصك كثيرة لكن يعطي أعطيكم واحدة أخرى أيضا له جاءه مرة رجل هذا الرجل ذهب إلى السوق ورأى رجلا يبيع غنما ومعه غلام عمر هذا الغلام سبع سنوات أو أقل بقليل ست سنوات خمس الحدود هذه فرأى هذا الغلام وعرفه أنه ولده فقده منذ ثلاث أو أربع سنين فجاء وضم الولد ونظر إليه ولده فقال صاحب الغنم اترك الولد ولدي وفي السابق ما كان فيه يعني فحص ولا بطاقات ولا كرت عائلة والأسرة ما كانت هالأمور موجودة يعني كلام قبل ستين سبعين سنة يعني أو أكثر فقال هذا الرجل يعني قال يا أخي هذا ولدي أنا فقدت من أربع سنين قال إيش اللي يولدك هذا ولدي وأنت كلما رأيت واحد في الشارع طفل فرفع أمرهما إلى الشيخ عبدالله بن حميد فجاء بين يدي فقال كل واحد يقول هذا ولدي والثاني يقول بل ولدي وهذا يقول أنا فقدت من أربع سنين وهذا والبدوي صاحب الغنم يقول له هذا ولدي والحضري الآخر يقول لا هذا هذا ولدي فقدناه وأخذها البدوي وده يرعى الغنم وخلاص يعني وجعله مثل العامل عنده فلما رأى الشيخ ما في أدلة عندهم قال طيب خلوا الولد عندي إلى بكرة وتلطف مع الولد وكذا حتى اطمأن الولد وأخذها الشيخ البيت معه وخله يلعب مع عياله واطمأن الولد يعني ثم لما جلسوا على الطعام التفت الشيخ للولد وقال له يا ابني أنت أهلك إذا أرادوا أن ينادوك ماذا يقولون كيف ينادونك الولد سنين تقريبا أو سبع فقال إذا بغوا ينادونني يقولون نادو الحضري نادو الحضري فأدرك الشيخ أن هذا البدوي قد سرق الولد وجابه يرعى الغنم وكذا فهو يقول نادو الولد الذي الذي اختطفناه قال يقولون نادو الحضري قال خلاص الدليل سمعنا وأكمل طعامه بات عندهم ثم جاءوا الصبح فشد على صاحب الغنم حتى اعترف أنه وجد الولد في أحد الطرقات وأخذه وأطعمه وسقاه خلاص وعده ولدا له وكان ذكيا الشيخ بالمناسبة بعد مدام فتحنا موضوعه ذكروا أيضا نجاءه مره رجل في قضية فسمع صوته وكذا وفلما انتهى من الحكم قال لصاحب القضية بسألك سؤال قال نعم قال أنت قبل أربعين سنة هل كنت في الشارع الفلاني وكان فيه غلام من عمره تسع ولا عشر سنين بيقطع الشارع كفيف وأخذته وقطعت به الشارع وسرقت غطرته ورحت قال كيف يا شيخ قال نعم قبل وبدأ يذكره فقال الله يتوب علي نعم أنا بقطع الشارع وشفت هالغلام الأعمى وقطعت به الشارع وعجبتني غطرته اللي على رأسه أعمى والتقطتها بيدي ورح أنا ذلك الغلام اللي قبل أربعين سنة عرفتك بصوتك شف يعني معرفة الرجل به وربما كان هذا هذا السارق ربما تلك الأيام عمره عشرين ولا خمسطعش يعني لن يكون عمره ثمانين في ذلك الحين لكن نبرة الصوت شف الشيخ كيف استطاع أنه يدرك هذا الحديث الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله هذا يعني بنص القرآن من أمرت بطاعة الله ورسوله يقول الخطاب رحمه الله يقول كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يرون طاعة الأمراء إنما يطيعون رؤساء قبائلهم هكذا نشأوا بنو هاشم نطيع رئيس القبيلة يكون في أمير على مكة لا نهتم به هكذا كان قبيلة غطفان نطيع رئيس القبيلة يتعين علينا أمير ما نطيعه فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يرتب دونته يضع على مكة أميرا يضع على خيبر أميرا يضع على فمكة فيها عدة قبائل لو كل واحد قال أنا ما يهم منها الأمير أنا أهم شي رئيس قبلت إيش يقول لي تلخبطت الأمور ما هو في عشر رؤساء لقبائل ولا يصرح القوم فوضى لا سرات لهم فالنبي صلى عليه عليه السلام يضع أميرا يحكم على الكل فيؤكد يقول خطاب يقول وكانت قريش تطيع رؤساء القبائل فقط فلما جاء الإسلام وأمرهم بطاعة الأمراء أنكروا ذلك ولم تقبله نفوسهم فنبه هم النبي عليه صلى عليه فقال ومن يطع الأمير فقد أطاع عليه وبالتالي وإنما الإمام ليش نحط عليكم أمير ليش يكون فيه مسؤول ولي أمر لماذا ما الفائدة منه قال وإنما الإمام جنة الجنة في الأصل هي الدرع الدرع الذي يلبسه المقاتل مثل قميص من حلقات حديد مثل السلسلة حديد بدل ما تكون السلسلة طويلة يشبكون الحلقات هذه حتى تكون مثل قطعة القماش ويفصلون مثل يلبسون فإذا لبسوه وجاء سهم ضرب هذا السهم في الحديد فلم يخرص إلى الجسم قد يجرح لكن ما يستطع يدخل إلى الجسم لأن الحديد يمنع هذا معنى الدرع ولذلك النبي عليه صلى عليه في معركة بدر أو في أحد ظاهر بين درعين لبس الدرع الأول حديد ولبس فوقه درع حديد حتى إذا السهم استطاع أنه يدخل بين حلقات الحديد الأول ما يدخل بين حلقات الحديد الثانية قال وإنما الإمام جنة الجنة كما ذكر نا هو الدرع سمي جنة لأنه يستتر به عند القتال فالإمام ساتر لمن وراءه لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين يمنع الناس من بعضهم لبعض ولا بد للناس من أمير من مسؤول حتى لا تختلط أمورهم بل حتى المسافرين إذا كانوا ثلاثة في سفر قالوا واحد يا جماعة نبغى نصلي وقف ونصلي هنا على الطريق على التراب قال الثاني لا لا نبغى نصلي في المحطة بعد شوي قال لا يا أخي المحطة بعيدة طيب خلاص أنا أرى أن ندخل البلد نصلي ونتغدى مرة وحدة قال كل واحد يعطيهم رأي فإذا كانوا كذلك إذا كان في أمير قال خلاص يا جماعة قررنا أن نصلي في المكان الفناني انتهى أرجوكم لا يقبل لا يقبل نقاش فإذا كان في أمير فيرزمهم طاعته ولذلك فليؤمروا أحدهم إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم قال يقاتلوا به من وراءه يقاتل من ورائه يقاتل من ورائه يعني يقاتل الكفار والبغاة وأهل الفساد لألا يتطاول على المسلمين لو جاء ناس غزوا بلدان المسلمين أو بغاة خرجوا في البلد ما شابه ذلك فالناس يقاتلون من وراء الأمير لو قيل لهم أو الأعداء جاءوا يلا قاتلوهم ولا في قائد هذا فيقاتل من هالجهة وهذا يقاتل هالجهة يا جماعة لازم في قائد يقودكم من القائد الأمير نقاتل من ورائه هو اللي يقود يقول خلاص أنتم ميمنة أنتم ميسرة أنتم يفعلوا كذا يقاتل الناس من ورائه ويتقى به يتقى به يعني يجعل هو وقاه بيننا وبين عدونا فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه الأصل طاعته ما دام أنه لا يأمر بمعصية الله تعالى وبقي بعض التفصيل لكن ندعه إن شاء الله تعالى في درس آخر بإذن الله صلى الله أن ينفعنا وإياكم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم